بلغ عدد المسجرين على اللواحي الانتخابية في ولاية الدماغة أكثر من 91 ألفاً و800 ناخب الموزعين على مقاطعات الولاية فيما بلغ عدد اللواحي المتنافسة 127 لائحة في البلديات والنيابيات والمجلس الجهوية المزيد من التفاصيل عن الخارطة الانتخابية في هذه الولاية نتابعه في سياق الملف الآتي مع سمير سعيد والحبي أهلاً بكم في القراءة الانتخابية للليلة العاشرة من الحمل الانتخابي نحو الولاية العاشرة حسب التقطيع الإداري جيدي ماغا جارة الوادي وادي كاراكور رمز الخصوب ومستودع المياه الجوفية حيث يشرب حتى يرتوي من السيول والفياضانات التي تشهدها منطقة يتجاوز فيها معدل الأنطار سنوياً 600 مليمتر وتتجسد جيدي ماغا هنا على الخريطة في منطقة تلتقي فيها الحدود بين دول نهر الثلاثة السنغال مالي وموريتانيا جيدي ماغا هذه الولاية هي الآن على أبواب موسم الخريف لكنها تعيش أجواء موسم اتخابي قبل ذلك تترى في الأفق معالمه فبحساب المعطيات والأرقام فإن الولاية سجلت ناخبين بلغ عددهم واحداً وتسعين ألفاً وثمانمائة وثمانية وعشرين ناخبة وبتفاصيل أكثر وحسب كل مقاطعة على حدة فإن مقاطعة وليانج سجل فيها أكثر من ثمانية وعشرين ألف ناخب متجاوزة سيل باب العاصمة التي سجل فيها خمسة وعشرين ألفاً وثمانمائة وثمانية واربعون ناخب فغابوا بأكثر من اثنين وعشرين ألفاً وثمانمائة ناخب فوامف المقاطعة المستحدثة بأربعة عشر ألف وتسعمائة وستة وتسعين ناخب وعلى مستوى البلديات تتنافس في قيد ماغة مائة وسبع وعشرون لائحة فيما تتنافس في نيابية ثمان وثلاثون لائحة وتتنافس على المجلس الجهوي ثمان لوائح وبحساب عدد اللوائح المتنافسة في كل مقاطعة فإنه وعلى مستوى البلديات تتنافس في وليانج أربع وثلاثون لائحة وفي سيل باب 24 لائحة وفي غاب 43 لائحة وفي وامبو 26 وهي أكثر من سيل باب عدد لوائح في البلديات مع ملاحظة وفرة لوائح المتنافسة في المقاطعات المستحدثة عموما على التراب الوطني أما على مستوى النيابيات فإن سبع لوائح تتنافس في يولينجة واثنتين عشرات في سيل باب وعشر لوائح في غاب وتسعة في وامبو ومن أصل خمسة وعشرين حزبا زج خمسة عشر منهم بمرشحن له في مضمار التنافس في ولاية قيد مغام إلى اللقاء وبذلك نصل مشاهدنا الكرام إلى نهاية مساية قناة الموريتانية تذكير بالعناوين